أخير كابتر محمود مساء النور وبتشرف دائماً لما يكون متواجد معاك ومتواجد كبتر أهلي نور الدنيا مبروك طبعاً بداية مبروك علينا مبروك على جمهور النادي الأهلي على مجلس صدارة نادي الأهلي ببارك لكابتر محمود خاطب ومجلس صدارته بالكامل ببارك للعيبة والجاز الفني لعيبة رجالة تستاهل الفرحة تستاهل البطولة تستاهل النتيجة اللي حققوها في كاس عالم الأندية رغم أن طبعاً زي ما الناس كلها قالت كان الناس بتطمع أن نادي الأهلي حقق برونزية أو زهبية ويوصل نهائي لو كان فيه تكافؤ فرص كابتر محمود كان ممكن جداً الأهلي يكون موجود في المباراة النهائية طبعاً بس يعني برضو أنت لعبت في الظروف صعبة جداً جداً وخليني برضو أقول لك ده انطباعي وأحساسي بجمهور الأهلي يعني بحبش تكلم باسم الجمهور لأنه أنت عارف فيه أراء كتيرة جداً أكيد بس الأهلي لو ما كانش حقق برونزية في البطولة دي الجمهور ما كانش يباز علامة طبعاً طبعاً صح ولا إيه؟ ومن قبل ما الناس اللعيبة تسافر البطولة كاس عالم الأندية والجمهور ما كانش هيزعل لو لا قدر لك أن حصل حاجة غير أن الأهلي حقق برونزية مظبوط لأن الناس عارفاً أن كان الأولوية المنتخب مصر طبعاً ونادي الأهلي وقدرته طبعاً قاله الأولوية المنتخب مصر فما كانش حد يزعل لو ما كانش النادي الأهلي حقق برونزية في كاس عالم الأندية مهدي مكافأة إلهية يعني جزء منها الحقيقة تقدير ربنا سبحانه وتعالى لتضحيات الأهديم على النادي الأهلي اللعيبة كترخرهم والحمد لله نجحنا على المستويين نجح ما كانش كامل على مستوى المنتخب كان نفسنا نكسب البطولة وما كانش كامل على مستوى النادي الأهلي كان نفسنا نكون في المباراة النهائية لكن أعتقد أنه ربنا أداني على قد ما نواينا وعلى قد ما جهودنا عشان كده بقولك اللعيبة كترخرهم أدوا بطولة رائعة طمعنا بعد أول مباراة مونتيري لا بني وبينا كنت متوقع المكسب لا بصراحة خالص يعني كنت متوقع يكون الأداء كويس بس ممكن ما بقاش في مكسب لكن الجمهور لما شاف لعيبة النادي الأهلي ويبتموت نفسها في أول مباراة وعايزة تثبت أن نحن على قدر المسئولية بعد غياب تسعة أو تمن لعيبة أساسيين من التيم دي حاجة كبيرة جدا أي فرقة ممكن تنهار وهي عندها تمن لعيبة أساسيين مش متوقعين لكن اللعيبة كانت على قد المسئولية كل اللعيب كان نازل كان عايز يزبت نفسه لا أنا زي اللعيب الأساسي اكتهدوا وتعبوا وبذلوا مجهود عشان كده ربنا كافئهم بالمكسب أول مباراة ده اللي خلى جمهور لنادي الأهلي يطمع أنه يوصل نهائي وفعلا زي ما الناس قالت قالوا حاجتين مهمين جدا أول حاجة أنتوا فعلا شرفتونا في البطولة كأداء وكرجولة وده الطبيعي عن نادي الأهلي وتاني حاجة أنه فعلا كنا نفسنا نادي الأهلي دي كانت أفضل بطولة أو أسهل بطولة من وجهة نظر الجمهور أنه أنت ممكن توصل فيها نهائي مع تشيلسي وتعمل نتيجة إيجابية بعد المباراة اللينا شفتها بتاعة تشيلسي والهلال لكن قدر الله ما شاء فعل أن احنا ناخد برونزية تانية عامة التوالي دي حاجة كويسة جدا وده مكافأة للعيبة والمجلس إدارته ترجمة نانسي قنقر